ألاق البازار السنوي الأول للفنون التشكيلية على حدائق مدينة حمراب السياحية وبمشاركة جميع محافظات الفرات الأوسط وبتنفيذ متحفهن الحياة من أجل تشجيع النساء على الإنتاج والإبداع دعم المرأة اقتصاديا لأن المعروف عن المرأة لما تقوى اقتصاديا تكون قوية في كل قراراتها بالحياة دائما أشجع المرأة العراقية وبالذات البابلية أن تشترك بيتش بازارات تبرز موهبتها إبداعاتها تظهرها ودائما أطلب من المنظمات أن تدعمها للمرأة وبالذات المرأة العراقية حتى تبرز كل موهبها تخلى للبازار مشاركات فنية لرائدات الفن الأواتي أبدعنا في الحرف اليدوية الشعبية إلى جانب الإصدارات الأدبية والشعرية ولوحات من الفن التشكيلي فضلا عن عرض مسرحي تناول تنمية مواهب الأطفال واستثمار طاقاتهم اشتركت بأعمال في المتحف إضافة لذلك حتى إصدارات أدبية وشعرية أعمال نحد أعمال بهذا البازار أعمال يدوية أعمال تطيطاقة ومصدر دخل للحليات حتى اللي هنا مو يعني ممتعلمات أو مدارسات فن بينهو يشتغلون حياكة تطريز سلال صناع ورد كذلك يعني فتشي فتبادرة جدا جميلة البازار رح يكون فتشي كلش حلو على مدن نمي المواهب والهوايات اللي إحنا نحبها وننجز فتشي لأنه بيجا عمر إحنا لازم نسوي فتشي عندي مشروع ورق عنب هذا المشروع بديت بيب هاي العطلة حتى أستغل للوقت وهو من نفس الوقت فتشي أنا كلش أحبه لوحة مسرحية بعنوان السيدة العظيمة السيدة الفكرة تناولت عدة مواضيع الموضوع الأول عن موهبة الأطفال وخاصة البنات محرومة محرومة لا تطلع لا تمشي لا هاي محاربة من البيت فهذه اللوحة جسدت معاناتها طاقاتها المغزونة تسليط الضوء على الحركة النسوية وتثمين دور المرأة العراقية التي أبدعت في جوانب الحياة المختلفة واستثمار قدرتها على الإنتاج لرفض اقتصاد البلد من خلال هذه المبادرات المتجددة لبرنامج صباح الخير يا عراق حسن ربيعي بابل اشتركوا في القناة